موسيقى صباح الخير مشاهدين الكرام حلقة جديدة من السياسة اليوم الخميس 22 الثاني 2023 بشرفني رحب بضيفي بالستوديو رئيس لجنة المبادرة الوطنية لكسر الحصار عن غزة دكتور هانس لايمان صباح الخير دكتور صباح النور أهلا وسهلا بحضرتك طبعا في هذه الحلقة من السياسة اليوم نواكب التطورات في الأراضي المحتلة والمنطقة أهلا وسهلا بحضرتك مجددا اسمح لي بلش من حضرتك ما كتبت بسبعة تموز 2023 سبعة تشرين بسبعة تموز بس ارجع لما نتنياهو كان عنده تصريح يقول صحيح يقول أنه لن يسمح بإقامة دولة فلسطينية وأن على الفلسطينيين أن يطلعوا عن مجرد التفكير بالدولة وحضرتك يعني ذهبت إلى التحليل أن تصريح نتنياهو هو بحالتين إما أن تكون قوات الاحتلال وأثناء كنا عم نشوف محاولات الاقتحام مخيم جنين كل هذا يعني التنكيل اللي عم بيصير بالضفة الغربية إما أن يكون يعني قوات الاحتلال تحرز انتصارا وأما أن يكون نوع من المكابرة إذا أردنا اليوم أن نحمل هذا التحليل على ما يجري في غزة كيف تقرأ تصريحات العدو ومن يدعم العدو بهذه الحرب يعني لا زال الواقع كما هو في البداية يعني الواجب والأخلاق يدعوان إلى الترحم على الشهداء والشفاء للجرح والحرية للأسرة الذين موعدنا معهم قريب وقريب جدا بإذن الله الكيان الصهيوني يعيش المأذق التاريخي الوجودي التاريخي الوجودي في سنة 2006 بالحرب تموز بعد 48 ساعة من الحرب كتبت مقالا في جريدة النهار قلت لقد هزمت إسرائيل كان بعده يومين من الحرب وقد أخذ علي هذا الموقف أنه بكير ليش مستعجل يعني بـ 14 تموز حضرتك كتبت أنه بعد يومين من بدء العدوان بعد يومين 48 ساعة نزل لي مقال بالنهار لقد هزمت إسرائيل وفي سبعة تشرين أيضا قلت بيني وبين نفسي أيضا أنه إسرائيل بدأت في الانهيار هي كانت قد بدأت في الانهيار بسبب تراكم النضالات لدى شعبنا الفلسطيني بسبب المناعة التي يملكها محور المقاومة ثانيا وبسبب أن هذا العدو كل علماء النفس والإنتليجنسيا والخبراء استراتيجيين والنفسيين والأطباء وعلماء الاجتماع يؤكدون أن هذا الكيان مأزوم وهذا ليست مزاعم من عندنا إنما كتابات من عندهم وبالتالي هذه المرحلة التي وصلت إلينا مبنية على التراكم منذ تلاتة وتسعين للستة وتسعين للألفين ألفين وستة ألفين وثمانة انتفاضة غزة أربعة عشر سبعة عشر في ظل انهيار الاتحاد السوفيتي وغياب الظهير الدولي للأمة العربية بدأت هذه الأمة تقاتل باللحم الحي فاعتمدت على نفسها وعلى ربها وبدأت تعد العدة وقد دفعت أثمانا باهزة لكن أهم شيء أن الهدف البعيد الاستراتيجي لم يخب من أمام ناظريها هذا هو جوهر الصراع الفكري السياسي الاستراتيجي مع دولة الاحتلال أنا سنة ألفين ووحدة وعشرين يوم سيف القدس أرسلت رسالة للحج اسماعيل هني بصفتي رئيس لجنة المبادرة الوطنية لكسر الحصار فتلقيت منه رسالة يقول فيها من غزة العاصمة العسكرية لفلسطين إلى القدس العاصمة السياسية لفلسطين ترقبوا يا عزيزي المفاجآت السارة من 2021 بال2021 فإذا بهذا الشعب الجائع والمحاصر والحافي فإذا به يقصف تل أبيب دفاعا عن المسجد الأقصى وإذا أنا صرت أقول ما هي هذه المفاجآت السارة طبعا أنا أعيش المناخ وأتوقع مفاجآت سارة لكن لست في الميدان وإذ بسنة الفين واثنين وعشرين جاءت وحدة الساحات وإذا سنة الفين وثلاثة وعشرين جاء سأر الأحرار ولم تنقضي الفين وثلاثة وعشرين حتى جاء طفان القدس إذن هذا التراكم وهذه الخبرات وهذا الإصرار الدؤوم نعم على التمسك بالقضية بالتسليح والتدريب والتجهيز والدماء والدموع والسهر بالليلة والساعة والدقيقة لا بد أن ينتج نصرا وقد حصلنا عليه تبعت كيف؟ نعم من هنا رغم هذه الآلام والأمال والدموع والدماء لكن والكل يدرك وأنت منهم وأنا منهم أن إسرائيل جريحة ومهزومة العدو الإسرائيلي وغزة جريحة ومنتصرة تبعتك واضح أن العامل النفسي الذي يقاتل به العدو الإسرائيلي لم يملك شيء سوى الطيران من أجل تدمير هذا الشعب وشطب هويته أما شعب فلسطين فإنه في مكان آخر من هذه الرواية نعم طيب يعني رفع العدوان رفع وطيرة الاعتداءات الإسرائيلية دكتور على قطاع غزة ترى فيها بحسب رؤيتك لخيارات المسار الذي يسير به العدو الإسرائيلي عادة يعني بالمواجهات مع المقاومة الفلسطينية هو اليوم لأنه مهزوم على الأرض هيدا شو بيقول هذه الهزيمة طبعا يعني سيحاول العدو الإسرائيلي وربما الحلفاء معه واضح أن واشنطن تحديدا تعطي يعني لا تزال تفتح الوقت لهذا العدو لإحراز إنجاز ما على الأرض أقله لاستخدام هذا الإنجاز في التفاوض لاحقا نعم طيب يعني هل برأيك بظل هذه المقاومة الشديدة رح يكون أمد هذه الحرب طويل يعني أنا أرى أنه بالتأكيد سيكون طويلا وإذا أردنا أن نحدد أكتر غير مخطئين وغير مبالغين وغير متهورين وإذا لم تحصل مفاجآت سيقوم بالأسابيع والأشهر لماذا؟ لأن العدو الإسرائيلي لا يستطيع أن يوقف هذه الحرب أولا بسبب العامل النفسي نعم الذي يعيشه عامل الصدمة وسانيا بفعل الدعم الغربي وسالسا بفعل عدم تحقيق أي إنجاز وبالتالي يمكن القول أن المسألة حتى الآن مفتوحة مآلات هذه المعركة سواء وقالها نتنياهو سواء أوقف عدوانه اليوم أو بعد أسبوع أو بعد شهر والمقاومة منتصرة وإسرائيل لم تحقق وأصلا لن تحقق أي من أهدافها وأغراضها سواء المعلنة أو الخفية فإن العدو الإسرائيلي مهزوم والشعب الفلسطيني أصلا على مدى الأيام والساعات والدقائق يدفع من الأسمان بالمفرأ إذا جهز التعبير اليوم يدفع السمن عن كل المستقبل بإذن الله عن الماضي وعن كل المستقبل وبالتالي ممكن أن تطول هذه الحرب وفي علم الحروب وفي علم استراتيجيات أيضا الأرض تقاتل مع أهلها الأرض تقاتل مع أهلها عندما يدخل العدو غازيا فإنه بالتأكيد سيدفع الأسمان باهظة ونحن سنكون أمام ستالينجراد ثانية غزة ستكون ستالينجراد رقم اثنين وبالتأكيد سيهزم هذا العدو وسيهزم مشروعه ليس بالمنظور الآن سيهزم مشروعه لكن بالمنظور استراتيجي البعيد المدى الذي خطط له إنشاء هذا الكيان بدوره وعلاقاته العضوية مع الغرب والحركة الصيونية طيب هيدا شو بيقول يعني اليوم من أنشأ هذا الكيان من أوجد هذا الكيان يعني كان له أسباب طبعا وأهداف طيب اليوم عندما تتحدث حضرتك عن بداية سقوط لهذا الكيان أو خلاص سقط هذا الكيان عمليا تتحدث عن هزيمة استراتيجية وهذا الغرب هل لا يزال يدعم كيانا يعني بالمدى المنظور ربما أو المدى المتوسط ما بقى يستوفي الدور المطلوب منه وهيدا شو بيقول هل يمكن لهذا الداعم أن يعني يذهب إلى خلق بقرة أخرى كيان آخر وترك هذا الكيان أم هناك يعني هلأ بعد شوي بدي اسأل حضرتك عن أبعد يعني مما يجري مما يتعلق اليوم يعني بانحسار الدور الأمريكي نوعا ما في المنطقة السيطرة على الشرق الأوسط أمن الطاقة في المنطقة ولكن هل بالنسبة للدعمين هناك قلق من يعني استنفاذ هذا الكيان لدوره الذي من أجله أنشئ من أجله أنا أعتقد هناك مقولة تقول أن الغرب يدعم إسرائيل أعتقد أنه يجب تصحيح الصورة الغرب يستخدم إسرائيل إسرائيل أدات في الغرب عندما بدأ المشروع الصهيوني الاستعماري منذ وعد بلفور نعم ثم سايكس بيك وتقسيم المنطقة ثم زرع هذا الكيان كان مبادرة وبقرار غربي صح؟ طبع ما سبب ذلك يعزى إلى هتلر أنه أباد اليهود لكن هتلر لم يكن الوحيد الذي أباد اليهود أوروبا هي التي ساهمت في إبادة اليهود صحيح بإيطاليا وبفرنسا وبألمانيا وبهولندا نشأت حركات تبرمت بالسلوك الصهيوني اليهودي في أوروبا وبالتالي إيش الحرب العالمية التانية لحتى تتخلص منه وترتاح منهم وبالتالي أصبح الكيان الإسرائيلي هو المنطقة التي يرمى رمي بها اليهود أولا من أجل التخلص منهم وثانيا من أجل جعل إسرائيل قاعدة عسكرية متقدمة للمشاريع الغربية الموجودة وبالتالي هنا أنا في اعتقادي أن الغرب لن يتخلى عن إسرائيل لن يتخلى عن إسرائيل مهزومة أو منتصرة لأنها علاقة عضوية مش علاءة مش علاءة عن بعد إنها علاقة عضوية بين الغرب والكيان الصهيوني وهذا ما يظهر في الأدبيات والكتابات والأبحاث والإحصاءات وكل بطون المكتبات الغربية أن هذا العدو ولد من رحم الغرب ولا يمكن له أن يتخلى عنه إلا في حالة تعرفي بعلم النفس قال جيبوا بسيني جيبوا بسيني وأمها حطوهم بفاز حرارة وحطوا عليهم النار صاروا يقوموا النار بلشت لبسيني بالأول تحمل بنتها لتحميها من الحرارة زادوا الحرارة شوي زادوا الحرارة شوي قامت لبسيني حطت بنتها وقعدت عليها ماذا يعني ذلك بفهم بيسموه يعني حب الحياة أو حب البقاء أنه بالنهاية كل واحد بيقول لك أنا يا نفسي وهنا في هذه الحالة عندما تجد المصالح الغربية الاستعمارية أنها مهددة فعلا ستضع إسرائيل في هذا الفاز في هذا الإناء وتقعد إعلاي والضحق بالكيان الصحيوني طيب يعني شو هي ملامح هذه التضحية متى يقول الغرب أنه خلاص لقد استنفدت دور استنفدت إسرائيل هذا الدور ويعني سار وقت التهديد بمصالح هذه الدول الغربية شو بيكون الملامح دكتور للحقيقة في ملامح استعملت التعبير الدقيق أنا كتبته لا استعمله الملامح هذه الملامح تتمثل بأن العدو الصحيوني بدأ يفقد دوره كقوة ضاربة في المنطقة من أرضك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل إلى الأسوار التي سور بها نفسه وبالتالي هذا المشروع التاريخي محاصر خلينا ما نبالغ خلينا نقول أن هذا المشروع محاصر مما اضطر إسرائيل إلى أن تأتي بقضها وقضيضها إلى المنطقة بعد أن كانت هذه الجواب على سؤالك بالمقدمة بعد أن كانت أمريكا نظريا سحبت يدها من المنطقة أو تسحب يدها من المنطقة لتتفرغ إلى الصين وإلى روسيا وإلى غرب آسيا في الطرف وشارك آسيا مشغير بآسيا عادت إلى المنطقة بقضها وقضيضها نعم وبالتالي لا يمكن أن تتخلى عن إسرائيل بهذه الصورة علا الاقتدار العربي والمقاومة ومحور المقاومة كترة الداء بتفك الحام مثل ما بيقول المثال نعم صمود المقاومة وانتصاراتها هذا المحور المتماسك هو الذي يؤدي إلى ما سألت إليه طيب لأنه يعني عم نشوف اليوم دائما الكيان الصهيوني دكتور كان يعني يحاول ليس فقط أن يكون شرطي الغرب في هذا المشرق كيف؟ أنه الكيان الصهيوني كان دائما يحاول ليس فقط أن يكون الشرطي في هذه المنطقة وإنما أيضا يعني كان يعزز وجوده بأدبيات وأبعاد لهذا الوجود كان يقول رئيس حكومة العدو بن يمين نتنياهو بكتابه مكان تحت الشمس يقول أننا الدولة الفاصلة بين الحضارة الغربية والشرق المتخلف يعني كان دائما يحاكي هذا الغرب اليوم أمام ما نشهده من هذه المجازر من سفك الدماء من كل الانتهاكات يعني لكل قواعد الإنسانية بحدها الأدنى حتى دكتور يعني هل بعد يمكن الحديث عن هذه الحضارة الغربية مقابل هذا الشرق المتخلف؟ يعني ما كمان أدخلوا المنطقة ليس في صراع عسكري وإنما في صراع أيضا حضاري صراع إنساني اليوم فينا بعد نقول هيدا الموضوع طبعا نحن نتحدث عن الأنظمة عم نشوف الشعوب عم بتصور بالشوارع صحيح عم تلهو بالشوارع الغرب سقطت ورقت قدود بعيدا عن الشعارات والوتفات زو طبيعة عنصرية استعمارية أن يأتي سنت غوره سنت 1920 إلى فلسطين ويرفز قبر صلاح الدين ويقول له ها قد عدنا يا صلاح الدين قصة مش يعني مسألة ليست عابرة الغرب يعيش على العنصرية إذا ما بدنا نقول نفسرها تفسير إيديولوجي بدنا نفسرها تفسير واقعي هذا الرأسمال الكبير وهذه الشركات المتعددة الجنسيات وهذا التطور الهائل في التكنولوجيا الذي يملكه الغرب وين بدوا يصرفوا بدوا يصرفوا على الحروب وعلى الاستثمارات نعم صح؟ نعم ما يعيق الاستثمارات هي الشعوب فلابد من ترويض هذه الشعوب أو سحقة أو قتلها أو إلغاءها أو تطويعها على الأقل وهذا ما يحصل حاليا لأنني قلتلك أن العلاقة العضوية بين الغرب والكيام الصهيوني علاقة لا تنفصم إلا بالدأ وبالتالي الرأسمال الغربي والمشروع الغربي السياسي بصورة عامة والكولونيالي أيضا جعل هذه اللحمة قوية في الماضي هنا مثل ما بيقولوا المعرك الغرب بعنصريته نحن كأمة عربية أمة وسط أمة حباه الله بالإسلام وبالمسيحية وباليهودية وبالأديان أمة الإنسانية لأنها عانت كثيرا من الاستعمار وتفهم معنى الإنسان ومعنى معنى الألام لذلك عندما قامت الوحدة بين مصر وسوريا سنة 58 المملكة العربية السوري الجمهورية العربية المتحدة الجمهورية العربية قال عبد الناصر لقد قامت في هذا الشرق دولة تحمي ولا تهدد تصون ولا تبدد ترد كيد العدو وتشد أزرى الصديق هذا الكلام مستوحى من روح هذه الأمة السمحاء نحن ضد اليهود لسنا ضد اليهود اليهود أبناء هذه الأرض وديانة سماوية لكن الحركة الصهيونية بفعل هذه العضوية مع الغرب نعم استخدمت اليهود كحطب في محرقة أو في موقد من أجل مشاريعها وسيطراتها طيب اليوم إذا بدنا نرجع لما يجري في غزة دكتور هاني هناك يعني تحدثت حضرتك عن تراكم لانتصارات ويعني بالمنطقة هناك محور مقاومة مقاومة ممانعة متماسك ويواكب وربما يعني يدير بشكل مباشر أو غير مباشر ما يدور في فلسطين طيب هيدا شو بيقول أننا يعني رح ندخل حتى لو هلأ تم وقف إطلاق النار خلاص أخذت الصراع الفلسطيني الصهيوني أخذ مسار آخر يعني رح نفيق كل يوم الصبح على إما عملية نوعية أو حتى العدو الإسرائيلي رح يصير أمام معادلة تشبه معادلة لبنان أن الدخول إلى أي منطقة سواء بالضفة أو بأراضي 48 أو بغزة لن تكون نزهة مثل ما كان يعمل قبل بالتأكيد يعني هم يقولون ذلك أننا نعيش مأزقا وجوديا نعم وبدأ الشعور بهذا المأزق للحقيقة بالألفين وستة بحرب تموز عندما لم تستطع كوندوليسا رايس أن تبني الشرق الأوسط الجديد على أشلاء هذه الأمة وعندما بدأت المقاومة تقول للكيان الصهيوني ولأ عهد الهزائم وجاء عهد الانتصارات لذلك من هنا بدأ السؤال الوجودي وخي قالوها كتير أبحاث وإمتليجنسيا وكتاب وعلماء اجتماع إسرائيل انتهت وظيفتها المادية في المنطقة طبعا ما انتهت ما ماتت لكنها تعيش تعيش مأزقا مصيريا حول إذا جاءت تعبير جدوى هذا الدور نعم لماذا لأنه في شي حضاري الصراع حضاري بين حضارتين هل تسأليني شو يعني بين حضارتين مش حضارت بيرنرد لويس اليهودي الصهيوني أو هانتينكتون أو ما بعرف مين الصراع بين جيلين جيل أبناء السبع وستين وأولادهم الذين يقضون المعركة نعم بالإنسان نعم صح والجيل الخامس من التكنولوجيا الغربية المتطورة الذي يقود المعركة بالآلة نحن نمثل الإنسان وهو يمثل الآلة بدليل على أنه بسبعة تشرين هني معتمدين على جرس الإنزار وعلى الأقمار الصناعية وعلى المجسات وعلى المنصات النسات اللي بيرن الجرس بيقوموا بيلبسوا تياب هون وبيمشوا نعم وبيقاطلوا تفوق هون الإنسان وإذ بإنساننا تفوق عليهم وأخدهم بتياب النوم تبعهم تبعتكي وبالتالي الصراع بين الإنسان والآلة ما الإنسان اخترع الآلة هل يمكن للآلة أن تتفوق أن تتفوق على الإنسان خاصة إذا كان مؤمنا بربه وبقضيته وبعدالتها ولا يكفي الإيمان وأعدوا لهم أعدوا ما استطعتم من قوة روبيط في إعداد وفي سهر وفي مثلا الأخوة بحماس اختلفنا معهم بموضوع سوريا بس دكتور إذا سمحتل لأنه كتير لازم أخذ فاصل حتى ما أرجع أطشك إذا سمحتل هلا بنرجع من كفي بعض الفاصل مشاهدينا فاصل قصير ونعود مجددا نبرح فيكم مشاهدينا الكرام في هذه المواكبة الخاصة للتطورات في الأراضي المحتلة والمنطقة وأجدد الترحيب بضيف دكتور هاني هاني سليمان رئيس لجنة المبادرة الوطنية لكسر الحصار عن غزة دكتور هاني قبل الفاصل يعني كنا نتحدث بجزور هذا الخلاف اليوم بحضرتك أنت عم تقول أنه هو صراع بين جيل 1967 وأولادهم وبين الآلة يعني بين الجيل الخامس اليوم اللي منحكي فيه من التكنولوجيا من الحروب اللي صارت من سمية الجيل الخامس طيب بمسألة 67 هناك حديث كتير عن أنه اليوم لا حل إلا بحل الدولتين بمبادرات العربية وإسرائيل لطالما كانت ترفض هذا الحل وعملت على إسقاطه أصلاً كما عملت على إسقاط كل الاتفاقات المتعلقة بالقضية الفلسطينية هل برأيك هذا الواقع المأزوم اليوم للعدوة الإسرائيلي سينزمها خصوصاً أنه عم نسمع من البيت الأبيض من أوروبا تحديداً من فرنسا كله سرع المنابر عم بيقول خلاص العودة إلى حل الدولتين هل سترضى إسرائيل بهذه المبادرة إسرائيل لن ترضى بحل الدولتين أولاً بسبب طبيعتها وثانياً بسبب طبيعتنا بسبب طبيعتنا لأننا نعتقد ونؤمن بأن الشعب الفلسطيني يجب أن يمارس حقوقه على أرضه كاملة وبسبب طبيعتها لأنها أيضاً من جهتها تعتبر أن الشعب الفلسطيني يجب أن لا يكون موجوداً على وجه الأرض وتطور الموقف عندها إلى يهودية الدولة والباقون رعاية من الدرجة العاشرة سنة الألفين واثنين يوم أطلقت المبادرة العربية بحل الدولتين واعتراف بالكيان الصهيوني من الألفين واثنين وحتى الآن مش من ألفين واثنين من أوسلو من الثلاثة وتسعين سبعة وواحدة وثلاثة وعشرين من ثلاثين سنة يومها شارون قال لإسحاء شامير قال له بمعنى أيها الغبي أنت تفاوض الفلسطينيين سنتين وتعطيهم حكماً ذاتياً أنا بفاوض هون عشرين سنة وما بعطيهم شي نعم ومن يومها قتل إسحاء رأبين اغتيل قتل اغتيل وجاء شارون وعمل الإجتياح بالألفين واثنين إجتياح جنين رداً على القمة العربية التي طرحت حل الدولتين نعم فيت على جنين في السابق كان العرب يستجدون حل الدولتين استجداءاً على أن تكون اليد العليا لإسرائيل نعم اليوم لا أرى في الأفق حالياً حلاً للدولتين إلا بهزيمة المشروع الصهيوني بحيث تكون اليد العليا لفلسطين نعم بالتأكيد هذه مآلات صراع بالمنطقة تبهتي كيف وأنا أعتقد أنه حل الدولتين إذا صار سيكون برؤية عربية منتصرة على الكيان الصهيوني سابقاً يقول محمد حسنين هيكل أنه عندما كنت أجلس مع كيسينجر الصهيوني المعروف اليهودي كان يقول لي لماذا تتمسكوا بالأدس نعم نحن خدوا أبوديس منطقة قريبة من القدس ونعملكم فيها أعظم مدينة بالعالم نحن بأمريكا خلال سنة ننزيل مدينة ونملي مدينة محلها دعني يقول له دعك من اللغة الخشبية ومن القومية العربية خلينا نحكي على الواقع على أرض الواقع قال له هيكل يومتها دخلك اللغة الخشبية أنه أنت بتتمسك بالأدس عاصمة إسرائيل وأنا ما إلي حق أتمسك فيها هي أرض الإسراء والمعراج فإذن هذا الكيان لا يستطيع أن يساوم لا يستطيع لماذا؟ لأنه يعتقد أو نحن نعترف يعتقد أن إسرائيل هي أرض المعاد وأن اليهود هجروا من فلسطين منذ ألف سنة ويجب أن يعودوا إليها نعم انتبعت كيف؟ و يروي هون 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 مركز نعم الصراع نعم الذي لم نشر إليه حتى الآن في حديثنا هلأ وهو الجوهر تفضل اللي هو الضفة الغربية ها بدي أسألك هم التي يعتبرها العدو الإسرائيلي يهودة والسامرة المزهورة في التوراة ها بدي أسألك قد يش فيهم يتخلوا عن حدود 67 لسيما أنه الضفة يعني كانت هذا النصر الإلهي مثل ما قال موشي ديان 100% سنت 67 نعم فات على قد سؤال إنه النصر الإلهي صحيح أنه أنتش فيهم يتخلوا اليوم عن الضفة أنا نذهب إلى حل أنا رح أرويلك حادثي أنا رح أرويلك حادثي نعم وانت حكومة تفضل محمد إبراهيم كامل وزير خارجية مصر الأسبق الذي كان وزيرا للخارجية لخارجية مصر يوم كان أنور السادات يعقد معاهدة كامب ديفد نعم يقول في مذكراته السلام المفكول هو كان في عداد الوفد الرئاسي ربما بشيك نعم هو كان في عداد الوفد الرئاسي وقطع زيارته وإجاء على القاهرة دون المرور بواشنطن نعم وقدم استقالته صحيح وكان قبله كمان وزير خارجية مصر اسماعيل فهمي مستقيل صحيح اعتراضا على سياسات السادات نعم وزيري خارجية استقاله فيقول بكتابه السلام المفؤود أنه كنا عم نعمل محباحسات كامب ديفد نعم وكنا نجتمع مرة بالقاهرة ومرة بالأدس كان هو رئيس الوفد قال في إحدى الجلسات كنا بالأدس عم نعمل محبسات بفوت علينا مناحين بيجن نعم بيلتفت إلى رئيس الوفد الإسرائيلي المفاوض اللي هو مكلفه هو رئيس حكومي هو مكلف رئيس الوفد وزير خارجية هلا بتذكر لك بيقول له ليش عم تضيعوا وقت كون مع هاودي العالم ثم يلتفت إلي لمحمد إبراهيم كامل ويقول لي جئتم لتطلبوا مننا الانسحاب من الضفة الغربية أرض آبائنا وأجدادنا هل أنتم مجانين لدرجة التفكير بهذا الطلب نعم وهل نحن مجانين لدرجة أن نبحث هذا الموضوع هل طلبنا منكم الانسحاب من القاهرة إيش هل طلبنا منكم الانسحاب من القاهرة إذن الصراع الفعلي هنا في الضفة الغربية وأعتقد أن في الضفة الغربية يتحدد المشروع الصهيوني والحمد لله مشروع الكيان الصهيوني نعم والحمد لله أن غزة أصبحت ضفة غربية صحيح والضفة الغربية أصبحت غزة وهنا وحدة الموقف الفلسطيني مع المقاومة مع محور المقاومة بإذن الله سيهزم هذا المشروع طيب إذا كان محسوم أن الكيان الصهيوني سيرفض المبادرة على أساس حل الدولتين نعم بأي مرحلة رح نكون شو الحال رح يكون سنكون حرب استنزافة نحن هنا حاليا نعيش المعركة الما قبل الأخيرة مع الكيان الصهيوني نعم لأنه من طبائع الأمور أن هذا العدو لم يهزم هزيمة نهائية ونحن لم ولن نهزم نزلنا نقاتل وبالتالي منطق الأمور بيقول بعد في حروب صح؟ صح؟ أو لا؟ طبعا بعد في حروب وإن شاء الله بالحرب القادمة نلتقي ومنهني بعضنا إن شاء الله ليش؟ ليش؟ لأنه بالألفين وستة كانت المقاومة عم بتقاتل على خط مواجهة مسطح مواجهة نحن الآن لسنا في مسطح مواجهة نحن في مسلس مواجهة هذا المسلس رأسه غزة تقصف على 180 كم نعم وربما أبعد على إيلات كمانا على إيلات خلينا نقول 180 لحتى ما بالغ 150 يعني بقول المسافة نعم في القمة وفي نقطتين منه المقاومة في لبنان تقصف على 100 كم نعم صح؟ نعم من النؤورة لشبعة نعم وقاعدة هذا المسلس هي الضفة الغربية نعم التي تشاغل العدو الإسرائيلي يوميا وتقدم شهداء بهذا الخصوص نعم اكتمل هذا المسلس ما بالك أن إسرائيل للمرة الأولى في حياتها تشعر بالتهجير وإذا جاز تعبير القهر التاريخي أن المستوطنات على طرف لبنان خالية وأن المستوطنات في غلاف غزة خالية وأن الصواريخ تستهدف المستعمرات واحدة واحدة ليشعر الإسرائيلي أنه لم يعد يطق الحياة في هذا الكيام ولذلك تبتعرف أنه الإسرائيلي يحمل جوازين نعم جنسيتين تم استقدامه نعم جوازين خلينا نقول اللي بده يسافر فيه هذين الجوازين واحد الأصلي الإسرائيلي عم يقول له عم ينبزوا للإسرائيلي الجواز أنا بين دايكس تعملني لنهرب وعما الجواز التاني المكتسب اللي جيبوه من أقاص الأرض وبنوله كيبوتس ومستعمرة وعطوه معاش وعمل عم يقول له شو جايبني لتؤتلني هاون أنا أنا بدي يعود من حيث أتيت تبعت كيف وبالتالي هذه حالة موجودة مش أنه يعني وغير مسبوقة يعني منذ نشط هذا الكيان وغير مسبوقة لأنه أنا سنة 2014 بتتذكري 2014 يوم كان أوباما يريد أن يقصف سوريا صحيح تتذكر صحيح وإذ مجلس العموم البريطاني المسيطر عليهم الحركة الصحيونية بيقول له لأوباما ما بدي نسحب تتذكري طبعا طبعا كان في أشهر من التحديد فبقي أوباما لوحده لماذا لم يقصف سوريا يومها لأن المقاومة منعته المقاومة يعني كل المحور وإجا ديفيد شو اسمه اللي كان سفير بلبنان ورأى على الأمم المتحدة سترفض لا سفير اللي كان بلبنان ديفيد هلأ نذكر اسمه نعم رأى الأمم المتحدة وركبوا إجعى طهران يومها نعم وقال للإيرانيين أنا هلأ جاي باسم الأمم المتحدة بس خليها نحكي أمريكاني إيرانيا عطاولي نعم نحن عندنا عشرة أهداف بسوريا معطيكم إياها توضعوا فيتو على سبع أهداف نعم وأما الأهداف السلاسة السانوية نعم فمنبلغكم بالقصف قبلها بـ 48 ساعة لتخلوا المواقع هيدا يعني من أجل حفظ ماء الوجه من أجل حفظ ماء الوجه تبع أوباما فقالوا له الإيرانيين خيط بغيرها المسلة حمل حاله راح على عمان على سلطان عمان قال له يا خي هاودي الإيرانيين مش مصليين عن نبي شوف شوف يك تحكي معهم فأيجا سلطان عمان وقالوا له نفس الجواب أنه أهلا وسهلا شرب أهوتاك وكل شي بس هاي قصة غير قابلة للبحث يومها أنا كقارئ وككاتب وكمتابع كتبت مقالا في جريدة السفير قلت فيه أنه الذي منع الضربة عن سوريا هو نتانياهو ما معنى؟ أنه استغربوا الشباب كيف تحكي نتانياهو قلت لهم وجدت ثلاث مؤشرات ستكون وبالا على إسرائيل الأول انخفاض الأسهم في البورصة بشكل دراماتيكي والثاني حجم التدافع على كمامات الغاز لدرجة أنه مات ناس هني وعمل يتدافع على كمامات الغاز كمامات الغاز والثالث حجم حجوزات الطيران اللي بدأ تهرب من تل أبيب كل خطوط الجوية العالمية فولي بوكت مية بالمية هربنين ماذا يعني ذلك؟ قلت أنه هلأ إسرائيل لا تستطيع أن تتحمل حربا بمعنى أنه نتانياهو ما أخذ الأرار نعم هذا بالألفين واربع عشر بالألفين وسبع عشر جون كيري وزير خارجية أوباما نعم بطيلع مذكراته بهذه المذكرات يقول أنه وصلت إلى تل أبيب الساعة الرابعة صباحا نعم فوجدت نتانياهو بانتظاري وهو مخطوف اللون مصفر الوجه شفته ترتجف ويقولوا لي إذا أنت ضربتوا سوريا نحن سندفع السمن هذا مذكرات جون كيري هلأ بتفلف شيء بالصفحة 283 ما بتذكر نعم أنه آي بالحرف الواحد جون كيري وبالتالي اختلف المشهد نحن من الألفين لهلأ نعيش خاصة أنه سألتيني سؤال ما جاوبت علي مباشرة أنه أمريكا لا تستطيع أن تكون شرطي العالم وزخيرة العالم وبنك العالم ورأس مال العالم بقى ولا تستطيع أن تنزل بجنودها لتقاتل عن غيرها لا زيلوا هلأ بهالبوارج وبالشو اسمه وبيبعتوا جسر جوي من الطيران وأمريكا تتراجع تتراجع عالميا ولا تستطيع أن تخوض حربين كبيرتين في فلسطين وفي أوكرانيا وربما بتيوان عبقرة إذا الصين بدها تقش تايوان وتاخدها ذلك أمريكا المردوعة مش نحن المردوعين طيب يعني اللي عم تتفضل في حضرتك اليوم ربما المشهد شوي معكوس إذا بتوافق دكتور هاني بمعنى يعني عندما هدد أوباما بقصف سوريا ارتعبت كيان الاحتلال حكومة الاحتلال اليوم نتنياهو لأكثر من اعتبار يبدأ من الشخص وصولا يعني إلى تحسين صورة الكيان هو ماضن بهذا بهذا العدوان محاولات الدخول البري لإنجاز يعني شيء ميداني ولكن هون يعني ربما العكس بتشوف ان الولايات المتحدة بدأت تستشعر هذا القلق من توسع رقعة الحرب وهذا برأيك ما يفسر زيارة الثانية لوزير الخارجية أونتون بلينكين إلى الأراضي المحتلة اليوم ومنها سينطلق إلى قطر وتركيا تحديدا قطر وتركيا نعرف يعني ليش بالنسبة للعلاقة مع حركة حماس في استشعار أمريكي وهناك قلق من أنه يمكن لإسرائيل يعني لأكتر من اعتبار أن يعني تتوسع الحرب وتجور معها الحلفاء وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية وهذا ما لا تريده الولايات المتحدة أنا أعتقد ذلك نقلب المشهد عن قبل أنا أعتقد ذلك لأنه في تحليل مقالات الحرب نعم ومستقبل هذه الحرب ونتائج هذه الحرب الغرب يقرأ كمان مش أنه يعني طبعا قل دمائير قالت للعرب ما بيقروا مش هيك طلعوا هني ما بيقروا نعم لأنه بتشرين تليتة وسبعين فاجأناهم بحرب فعلية تمثلت بنصب العلم السوري على الجولان المحتل وبالعبور العظيم لقناة السويس وكانوا هني نايمين وفي تلاتة وعشرين أيضا بعد خمسين سنة فوجئوا طلعوا هني ما بيقروا بس الدعاية والتركيز والإعلام على أنه العربي ما بيطلع منه شيء والعربي خامل والعربي لا يقرأ ولا يكتب ولا كذا هذا جزء من الحمل النفسي والفكرية والسياسية والثقافية على أجيالنا ويجب على أجيالنا أن تدرك أن هذه الأمة تقاتل الشهب الفلسطيني مئة وعشرين سنة عمي قاتل صار له نعم في ظل التخلي الأقربين وتآمر الأبعدين وما أكثرهم على مستوى الكرة الأرضية يجب أن نسق بشعبنا وبأمتنا طيب يعني على كل حال ربما ما يحصل من شهر لليوم تقريبا بغزة وهذا ممكن باعتقد تغير المزاج في ظل انسداد أفق انتصار إسرائيلي في غزة لأنه أنا أعتقد أننا سنشهد في قابل الأيام هالأسبوع هيدا الشهر مزيد من الانتصارات ومزيد من الهزائم والخسائر للمشروع السرائيلي هذا المزيد من الانتصارات ماذا يقول لمرحلة التسوية ماذا يقول لمرحلة ما بعد الحرب لمرحلة المفاوضات شو رح يقول وقداش هذه المفاوضات رح تكون صعبة لا في شي صعب لا رح تكون صعبة يعني مفاوضات من أجل ماذا مفاوضات في السياسة وحل الدولتين ليس هناك هلأ مفاوضات طرحوا مبادرات طرحت مبادرات مرحلة حج اسماعيل هنية قال انه هذا الكلام نعم بس انا رأيي هذا جزء من السياسة والاعلام نعم تكتيك يعني بعد هذه الحرب سنبقى اشهرا نحصد سمنها هذه الحرب اذا ما انتصرنا فيها وقد انتصرنا ستكون تداعياتها على الاقل لمدة سنة سيرون كيف تتبيض السجون الصهيونية من اسرانا وسيشهدون بام العين وهم دموعهم على خدودهم كيف سنستقبل احباءنا وفلذات قلوبنا من سجون الاحتلال وفي هذا هزيمة اضافية مكررة لهذا العدو وبعد دايما نحكي بالسياسة وبحل الدولتين وما ادراك يعني مسألة حل الدولتين كحل لهذا الصراع هلأ رح يكون بعيد ليس في الوارد هناك اهداف يعني حقاقتها سبعة شرية نحن خلينا نكون واقعيين وما نحكي الشعر نعم نحن حققنا نصرا تاريخيا في هذه الحرب المفتوحة ربحنا المعركة في هذه الحرب المفتوحة لكن لم ننتصر بالكامل واسرائيل هزمت في هذه المعركة لكنها لم تهزم ماديا على الارض في هذه المعركة المفتوحة لانه بعد في الغرب والاساطين وإلى ما هناك لذلك نحن في قلب الصراع والصراع مفتوح فما نستعجل بالاستنتاجات لكن يرونه بعيدا ونراه قريبا يعني على كل حال أنا ببلش يخلص وقتنا ربما بعد فيه دقيقة بس بدي أسألك دكتور هاني بهذه التجربة بمسألة كسر الحصار ويعني اللي قمتوا فيه بالصفن اللي رحتوا فيها والمبادرات اليوم ما هو المطلوب يعني هناك مناشدات لفتح معبر رفح مبارح شفنا كان فيه 76 من الجرحة عبروا معبر رفح ولكن بنفس الوقت كان فيه يعني رعاية أجانب كمان عبروا بهذا المطلوب العدول إسرائيلي الشو المطلوب اليوم للتخفيف من هذا الحصار على غزة نحن طبعا عم نحكي مستشفيات استنفذت المستلزمات الوقود حتى يعني المستلزمات الطبية عم نحكي بقطاع منكوب على مستوى يعني الحد الأدنى لمكومات العيش هل برأيك اليوم فتح معبر رفح مثل ما كان قبل زهابا وإيابا هيدا قرار يعني تقوده بحكمة الجمهورية المصرية أنه يعني عم تعرف أمتى تفتح وأمتى ولكن أنا أنا إنسان حزين حزين على مصر لكن شعب مصر شعب عظيم نعم لن لن يخلف المعاد إذا جئت التعبير لكن ما هذه مصر التي نتمناها نعم إذا اقتصر دورها على مسألة فتح معبر أو عدم فتح معبر ليست هذه بمصر التي نحبها ونتمناها ونعشقها نعم ونعلق الآمال الكبار عليها أما فيما يخص موضوع كسر الحصار أنا من سبعة تشرين لهلا عميت الفنولي واتقبلت هاني نعم تبهتي كيف أنه أنتوا عملكم كان في الاتجاهة الصحية نعم أما ما هو البرنامج وهذا الأساس سألتين علي يجب أن تبقى الناس في الشوارح وتضغط على حكوماتها وأن يكون هناك حالة طوارئ شعبية تجمع المساعدات الطبية والمالية والإنسانية نعم والغزائية والإعلامية وكل شيء يجب أن يبقى الشارع العربي في الشارع اليوم من أجل نصرة شعب فلسطين ومن أجل بلسمة جراحه على الأقل نعم ومن أجل كشف هذه الحكومات المتواطئة المتخازلة الزليلة يجب أن يبقى الشارع العربي في الشارع لا أن يتظاهر ويصيح هذا مطلوب إنما أيضاً لبناء شبكة أمان اجتماعية غزائية إنسانية على صعيد المساعدات لإيصالها إلى أهلنا في غزة بأي طريقة ممكنة نعم إن شاء الله يعني وهذا أضع في الإيمان دكتور هاني سليمان رئيس لجنة المبادرة الوطنية لكسر الحصار عن غزة للأسف نحن وقتنا انتهى وأنا أبدأ شكر كتير حضرتك شرفتنا أهلا وسهلا بحضرتك شكراً لأيكم للأم بي أم أهلا وسهلا المشاهدين مستمرون في هذه المواكبة للتطورات في الأراضي المحتلة شكراً لحسن المتابعة